نعم طيب أستاذ إياد الآن هناك العملية مستمرة بالنسبة لإيران من القصف نتحدث عن الضربات بالمدفعية بالطائرات المسيرة بالصواريخ على ناحية سيدكان على المناطق الحدودية على تشومان وأخذت متوسعة هذه الضربات تظرف العديد من المناطق والتفاصيل الخطيرة التي تأتي بأن هناك إخلاء لعشرة قرى حسب الأنباء اليوم أكثر من أربعين ألف شخصا قد نزحوا من هذه المناطق متوجهين بشكل رئيسي إلى ناحية سيدكان ما الذي يعني هذا أخلاء القرى وغيرها أصبحت مناطق فارغة تماما لا يوجد فيها أحد هل تعتقد أن هذا يرشح أن إيران قد تفعل ما تفعله تركيا في الداخل العراقي وتتدخل بريا من أجل نزع السلاح كما هي تتحدث من هذه الأحزاب المعارضة الموجودة في إقليم كردستان يعني الالتفات الميدانية صحيحة وأنا طبعا أشكرك عليها الحقيقة هناك علينا أن نعلم أنه عندما بدأ القصف المدفعي والصاروخي يوم الخامس والعشرين من أيلول الفائت كانت هناك أيضا تدخلات وقصف مدفعي واستخدام الطائرات مقيمة للجانب التركي في منطقة موت في محافظة السليمانية وفي بعض القرى التابعة لقضاء عقرة بمحافظة التابعة إلى محافظة الدهوك والآن اليوم كان هناك مواجهة عسكرية واضحة على أطراف قضاء العمادية شمال مدينة الدهوك بين الحزب العمال التركي وبين بعض من قطاعات الجيش التركي هذه التدخلات الخارجية إن كانت تركية وإن كانت إيرانية لا تهدد الأمن القومي العراقي لا تهدد وحدة الأراضي العراقية ليست هي سفك للدماء العراقية ليست هي استهانة بحياة المواطنين العراقيين لتحقيق مصالح وتحقيق غايات تخدم دول هي مفروض أن تعتبر دور جوار أن تحسن علاقة مع جاراتها لكن مع الأسف نحن الآن نتحدث عن تطور ميداني على الحدود العراقية الإيرانية إخلاء هذه المدن يأتي بسببين السبب الأول نتيجة التضحيات واستشاد الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والعوائل التي أصيبت دورها وأهلكت مزارعها وحرقت بساتينها أين تذهب؟ ونحن الآن كثير من العوائل تستغل هذه الأيام في الزراعة وفي الرعي وهذه العوائل العراقية كردية أصيلت الانتماء ذهبت وابتعلت عن مناطق الصراع العسكري لحماية نفسها لكن ما هو الدور العراقي؟ هل استطاعت القوات العسكرية أو الخطط العسكرية أن تحمي أبناء شعبها؟ هل استطاعت أن ترد هذا العدوان السافر على أراضيها؟ فمن الإخلاء المدن أيضا فيها وعند تكون فإذا هناك مرحلة قد تكون قادمة يعني هناك معلومات أيضا رشحت إلى أن هناك تقدم لقطعات عسكرية متنوعة من قبل الجانب الإيراني إلى منطقة الحلود العراقية الإيرانية لا نستبعد كثيرا أن تكون في الأيام القادمة هناك عملية تقدم بري يسانده قصف مدفعي وتسانده طائرات مسيرة وتسانده صواريخ أيضا بعيدة إذن هل من الملفت للنظر أن نترك الأمور كما هي؟ أم على الحكومة العراقية أن تكون جادة في إثبات دورها وقرارها سياسي؟ العراق الآن يتعرض إلى هجوم كاسح وكبير وإلى حرب معلنة يعني كيف تكون الحرب عندما نستخدم طائرات وعندما نستخدم مدافع وعندما نستخدم قوات عسكرية كيف يكون مفهوم الاعتداء العسكري إذن؟ عندما تهجر قرى ويكون لدينا نازحين وتكون لنا عوائل وذعر وخوف بين أبناء وأطفال العراق ماذا يكون الحال؟ إن كانت هناك حلول سياسية نذهب إليها ولكن ليس حلول سياسية ببيانات نستنكر فيها أو ندين بها أو نسلم رسالة احتجاج إلى السفير إيران